رغم التأثيرات السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد على نشاطهم يواصل سائق الشاحنات السيرة عبر مدن أشباح وعبر طرقات مهجورة ليوصلوا بشجاعة البضائع إلى وجهتها النهائية فبعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمساجد حتى بباحات الاستراح استجابة لحالة التوارئ الصحي المعلن من قبل الحكومة لسا من خيار أمام هؤلاء السائقين إلا التأقلم مع هذا الوضع الاستثنائي والتكيف مع ظروف عمل أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها قاسية أكثر من أي وقت مضى والتخلي عن كل عاداتهم الصغيرة التوقف بعد ساعات من السياقة على الطريق لطلب كأس شاي أو قهوة أو وجبة طعام كلها عادات صارت من الماضي لا شيء متاح في زمن الكورونا ليجد السائقون أنفسهم مجبارين على أن يأخذوا معهم ما يحتاجونه وسرقت بضع دقائق لتحضير طعامهم ولمواجهة هذه الوضعية الخاصة قاموا بتجهيز شاحنتهم بالمعدات الضرورية وبعضهم فكر في إعداد مكان للنوم داخل الشاحنة وآخر للطبخ في احترام تام لكل شروط الأمن والسلامة الصحية جاي من البارح مع الثلاثة جاي معايا الرسيل ديالي من الدار تغذيت به وفرقته تعشيت به الموهم جيت ترطريقه عمر ثلاثي عندي بيساقات ديالي عندي المشاكل ديالي وجاي معايا البانان الضروف ديال الدولة اللي ينصرها اللي ينصر سيدنا الموهم كل شي خدام بوليد خدام قوى المساعدة خدامة بالنسبة لي نحن دبال مدخول قليل فاللو عاوضك انتي كتخرش عليه يوم وين ولا تلتي يوم دبالي تخصك عشر يوم ولا 12 يوم ياربي تصور دك شي ولا ما كتصورش مع الخطرة قاع الموهم هي هذه الحرفة احنا ما ما تسليناش باش نقعد وتعنا ما عندكش علاش تقعد عندك شي ناصيب عندك محطات ولا توكل بيه ولا هذي دبال حاليا في الدرب بضاف درب عمار عند مولي الكاميولات ترونسبور الوضعية دبال في ترونسبور حاليا نقصة شوية بزاف لانا كنجيبو دبال البانان منها قاديرا كنجيبو عفاياج واحد تقريبا في الصيمان عكوك كنجيو كنريحو هنا خمس يام اربع يام يالله والتاني كنجيبو كتلقها المازوط ديالك باش طلعو سافي ومن ناحية الماكلة وادك شي كنجيبوها من الدار تقريبا وفي انتظار الافضل في الايام القادمة سيغير هؤلاء نشاطهم للقيام بتوزيع صناديق الخضر والفواكه المقتنى من سوق الجملة من قبل تجار التقصيد باحياء برجدية والاجيروند والشيء الاكيد انه لمواجهة هذه الاكرهات والتحديات التي ما تنفك تتزايد بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالمغرب ما يدخر سائق الشاحنة اي جهد لمواصلة نشاطهم خدمة للمواطني هي تضحية اخرى تنضاف لسجل تضحيتهم